السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا بقى الفخير اول حاجة هقولكو متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب لأسرار المبخ مع خلود النهاردة ان شاء الله هنعمل للغدا بتاعنا الغدا النهاردة سمك ماشوي ومعايا رز صيادية ومعايا سلطة وكمان هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده ناكلها بعد الغدا وتكون كده في التلاجة علشان ان بحب اي حاجة حلوة تكون موجودة في التلاجة فتعمل النهاردة هنعمل مع بعض العشورة بطريقة حلوة قوي عايز اقولكو ان انتو هتدمنوا طعمها وهتعملوها على طول مش هتستنوا يوم عشورة عشان تعملوها اول حاجة انا عملت غسلت السمك وبعد كده نضفت السلطة بتاعتي كلها اهي وكمان هنضف البصل اللي هعمل بيه الرز انا بحط شر لبصلايا واحدة عشان انا بعمل كوبية رز واحدة بس مش بعمل اكتر من كده فكمان هعمل الخلطة بتاعت السمك يعني كل ده انا نضفت كل الخضار وحطيت كل الحاجة في طبق الوحدة هنا بقى معايا التوم على الفلفل الاحمر معايا بصلة وطماطم وجزرة وكمان قرن فلفل واحد اخضر التوم والفلفل الاحمر انا طحنهم مع بعض حطيت بقى ملح وكمون وهبدأ ان انا ادعاكم حلو قوي 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 لحد ما تشمي كده ريحة الخلطة بتاعتك حاطيت عليها نص لمونة اهو عصرتها وكمان احطت لها معلقتين زيت دي خلطة السمك طبعا انا غسل السمك زي ما انتم شفتو كده اهو السمك هبدأ بقى انا نحشي بصو كمية دي انا مش بعملها على طبعا على يوم واحد انا جايب اسمك يومين اهو فانا هحشي كده كمية كلها وحطها بقى في الطبق ولما هيخد منها هيخد على قد الغدا بتاعي النهاردة بس فانا هعمل الاكل ده على يومين ان شاء الله برضو لو حد مبتدئ في المطبخ يقدر ان هو يعمل الحركة اللي انا بعملها دي اللي هو هتتبلي وتعملي كل حاجة تجهز معيك اليومين يعني هالنهاردة هتعمل اكل وبكرة بس هنطلع عني شوي على طول وخلاص وكمان ممكن تشويه وتسبيه على جنب وتعمليه يعني تاني يوم تحطي بس عليه الخلط اللي انا ورها الكبرتو دلوقتي بقى انا بعمل التدبيلة اللي انا هذئ بيها السمك بعد الشاوي ملح وكمون وشطة وحط حتة التغوم بالقرن الفلفل الاحمر وقلبتها كده في كباية ونص من المياه دي هتكفي معي السمك كله يعني هتقض معي اليومين هسيبها كده بقى في اللبنة دي على جنب وهاخد منها نهاردة حبة وهسيب الى باقي كله البكرة فهنا بقى هعمل ايه هعمل الرز انا هعمل الرز بطريقة حل وقوي كل اللي بياخدوا الطريقة دي مني بيعتمدها يعني انتو عارفين انا بقول لكم الوصفة بالزبط حاطيت هنا بصلايا كبيرة متقطعة صغير جدا في الزيت وبعد انها هبدأ اشوح فيه لحد ما تديني تتقرم المعي وتاخد اللون الدهبي لغامل حاطيت عليها هنا جزرايا وتدي اختياري ممكن تشيليها اديتها تقلبتين وبعدين ازلت عليها بالميا بتاعتي طبعا الميا حسب ما الرز بياخد منك حاطيت هنا معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود وكمان سبع بهارات معلقة صغيرة من السبع بهارات هقلب كل دول مع بعض السبع بهارات بتغنيني عن الميجي لو مش عندي سبع بهارات بحط واحدة مرقة الدجاج او اللي هي الميجي نزلت هنا بقى بالرز بتاعي كده وهبدأ ان انا اقلب انا حطها مج كبير مش كباية صغيراني كباية الرز بالنسبة لي مج هستبقى على النار لحد ما تشرب بمية خالص على نور عالية وبعدين هبدأ ان انا حطها على نور هدية خالص لحد ما الرز بتاعي يستوي كويس اهو الرز كده بعد انا حبيت ان انا ورهلكو على طول بعد ما استوى شايفين مفلفل وحلو قوي وكمان الرز ما شاء الله بيزيد فحلو جدا تعالوا بقى مع بعض نشوي هنا بقى انا اتطلعت كمية السمك اللي انا هستخدمها النهر ده وبدأت ان انا اقلبها كده في الرده وحطها على الصاجة بتاعتي عايز اقول لكم انا ما عندي صاجة وخط بتاعت الميكرويف الميكرويف عندي جاي معي صاجة ومعي كمان شبكة سبتهم كده على النار او ما يغير لونه من الحروف كده هروح قلبها عن ناحية تانية على طول تمام كده ده كده بقى النهار ده كده ده تاني يوم في شوية السمك زي ما قلت لكم ان انا هشوي على مرة تانية هبدأ برضو ان انا اقلبه كده اول ما ياخد اللون اكون محضرة جنبي صنية اي صنية بقى انت عايزها مهم يكون جامل كده صنية وتحط طلعي فيها السمك اللي انت شوية يعني كل ما السمك بياخد اللون كده خصص انا طبعا ما تقلبيش السمك بسرعة ما تقلبوش على طول علشان ما يتهريش منك مش تعرفيه تمسيكي السمكة وهتلاقيها تهريت خلص منك انا بسيبها لحد ما احس ان الحروف بتاعتها اخدت اللون وبعدين بروح قلبها اهو زي ما انتو شايفين كده هنا بقى السمكة لقيتها ان هي مش وصل لها النار قوي فحططها على الحرف واحط سمك غيره طبعا كل اللي بشيله بحط غيره وبعد كده هطف النار على طول تنسينيش بقى تحطيه لايك وتقولي لي ارائيك في الاكلة بتاعت النهاردة واللي جرب السمك بالطريقة بتاعتي يقولي هنا بقى خلاص السمك بتاعيه هو خلص روح تحط عليه كده المي اللي انا عملتها معاكم الخلطة اللي انا بحطها بعد شوي السمك طبعا لو ساوك عندك في التلاجة هتشيليه في التلاجة اشو بيه وشيليه عادي في التلاجة كمية كلها اول ما اتطلعيت بس هتحط عليه الخلطة دي يعني تحطيه في صنية وطلعي النار وبعدين تنزلي عليه بالمية اللي انا عملتها معاكم دي خلطت السمك بعد شوي بتبقى حلوة قوي بترجع سمك كاين الجابحة لان دلوقتي من بره او دلوقتي يسا عامليه هنا بقى السلطة كنت مقطعها السلطة كده وبعدين نزلت عليها بملح وفلفل اسود وهقطع القت دي ما تقطعيتش هقطعها السلطة كتخيار وطماطم وبصلايا وحاطت لها معلقة من التوم اللي هو مع الفلفل الاحمر المفروض معلقة صوار قوي بتدي ناكها حلوة قوي للسلطة دي جربوها برضو لو انتو معملتاش بالطريقة دي هنا قلبتها وبعدين عصرت نصف لامونة وكده خلاص الاكل جاهز معي زي ما انتو شايفين كده اي رأيكو بقى ده كان اول يوم حبيت ان انا واريكو برضو اليومين شايفين الجمال اتمنى تقولولي رأيكو في الوصل بتاعت النهاردة وطريقة السمك في الشاوي حلوة جدا جربوها يعني جربو انتو تشوفوا البيت كده بالطريقة دي ده كان تاني يوم يا رب الفيديو يكون عجبكو هنا بقى هنعمل ايه هنعمل العشورة انا هنا غليت الحبة بتاعتها للعشورة الغلة وبعد كده شلت عليها من عليها المية ونزلت عليها لبن حط هنا كيلو ونص من اللبن حطت له قبية سكر طبعا السكر ده على حسب ما انتو بتحبي الحاجة مسكرة ولا لأ يعني ده اختياري طبعا تحط كمية السكر لانتو حباها بعدين هنا كنت مقلبة اه تلات اربع معالق من النشا و تلات معالق من الكريم الشانتي و تلات معالق من اللبن البودرة في نص كبية من المية قلب 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 بعدين تروح راح احطها مع النار طبعا بقى بعد ما تحط النشا على على اللبن تفضل ايديك كده فيه علشان ما يكركعش منك زي ما انتو شايفين كده انا عمالة قلبه فيه لحد ما لاقي القوان بتاعه وبدأ ان هو خلاص ياخد القوان اللي انا عايزاه يكون كريمي شوية بس ما يكونش تقيل يكون خفيف عشان هو ليسا هيدخل للتلاج واول ما لاقي ان هو بدأ ان هو يغلي اروح طفي عليه على طول علشان ما يتلساش منك هنا بدأت اغرب بقى كده في الطبع وعايز اقولكم ان دي احلى طريقة للعشورة لو عايزين اعملها لكم من اول بقى ما احنا نغلي الحب ونطلعه ونصفيه وكلام ده كله مافيش مشكله اكتبوا لي في الكومنتيات وهعملها لكم احلى طريقة لي العشورة بجد بتحسوا كده طعمها وهم كمان بقى انا عايز اقولكوا ان انا عمل كده تركيا ؟ في الاخر . هوريه لكم دلوقت ان انا بحط على وشها كده اه اللي 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 الل عشورة يعني. يارب الفيديو يكون عجبكو. وقلو لي بقى رأيكو في الكومنت.